طيب لما نيجي نتكلم عن الفكرة بتاعة السيولة يعني احنا عارفين ان الميناء فترة الانتظار اللي بتخرج منه الحوية من سيولة خروج الحويات ده بيفرق جدا لان الاجار طبعا بيبقى بارقام كبيرة جدا وده بيأثر بشكل كبير جدا على درجة السيولة وانه بيفرق معاهم مع الشركات انه بيقلل فيه التكلفة فكرة الربط بالطرق الحديدية زي ما حضرتك قلت الموجودة بالفعل الى ان يتم افتتاح الجديد ايه فاندم حاليا هو المنطقة اللوجستية لمينة الاسكندرية مرتبطة بالفعل بمحور التعمير وطبعا ساتك تقصدي ان البضائع زمن مكوث البضائع داخل المينة بيترجم طبعا لفلوس فطبعا احنا طبعا يهمنا يمكن في النقطة دي برضو خيرنا وضع حاجة تانية ان جاري انشاء ما يسمى مواني جافة ملحقة بالمواني البحرية بهدف ان البضائع فور وصلها الى المينة البحري تنقل مباشرة الى المينة الجاف بعد الاجراءات البسيطة الخاصة بالتفتيش واستكمال اجراءات الجمارك وخلافه بيتم في ميناء الجاف كل هذه الوسائل فاندم بهدف تعظيم الاستفادة من الميناء البحري وتقليل زمن الانتظار داخل الميناء سواء في التصدير او الاستراد وبالتالي تقليل التكلفة النهائية للمنتج وايضا رفع درجة هذا المينة في تصنيف المواني على مستوى العالم يعني زمن انتظار البضائع داخل المينة ده من ضمن العوامل اللي بتخش في تصنيف المواني او درجة المينة طيب ده عظيم جدا هل دي اول مرة نفكر فيها عندنا مواني كتير في مصر فهل دي اول تجربة نجربها مثلا لا مش قول تجربة طبعا تحويل الميناء الى منطقة لوجستية لا ميناء الاسكندرية مرة بمراحل متعدلة من التطوير ولكن اول مرة نفكر بهذا الاسلوب للاستفادة من الموقع يعني المناطق طبعا ميناء الاسكندرية للأسف ما كانش له ظهير كبير كان الظهير بتاع الحياة يعني غير محسوس او غير مؤثر لكن تم اعمال نزع ملكيات لاراضي كتير جدا تصل لطنم ميت فدان جنوب الميناء لانشاء هذه المناطق الوجستية في النبارية تقريبا العامرية وجنوب الميناء منطقة الماكسو ونجع الالمونيوم ونجع اسو مانطقة يعني مش معروفة يعني مش معروفة بس هذه المناطق بعضها ملكيات دولة بعضها ملكيات اهالي تم طبعا تعوضهم بالشكل اللائق بهدف عمل المنطقة الوجستية دي فهو الفكرة نفسه هو الفكرة الجديدة اللي ما كانتش موجودة طيب هل المناطق الوجستية دي بتشمل تقديم خدمات للسفن الكبيرة تزود بالوقود صيانات او كده المنطقة دي طبعا خدمات الوقود سواء ومش الوقوده بس والصيانات السريعة ايضا يعني وقود السفينة بتعوز غير الوقود بتعوز مية بتعوز زيوت بتعوز صيانة سريعة وده لازم يتم طبعا في اي مينة وده الخدمات دي كل ما بتكون بتقدم بشكل جيد وبأسعار التنافسية كل ما بتخلي هذه المينة ميناء جاذبة لحركة المناح عايز اذكر كمان التطوير اللي حصل في عمق الغاطس اللي تم في مينة الاسكندرية كان اعماق الغاطس قبل كده ما بين 8 و 12 متر وده لا يتناسب مع السفن العملاق حجم السفن اللي حصل فيه في السنوات الماضية طفرة غير طبعية في حجم السفينة وفي عمق الغاطس بتاعها فتم تطوير المينة بما يتناسب مع هذه السفن واصبح عمق الغاطس النهاردة بيصل الى 20 متر بالاضافة الى اطوال الارصفة